طبعا مستحقة بالتأكيد طبعا كلها اللاعبين وما إلى ذلك الاتحاد يمكن اهم قرار كان بالتأكيد كان القرار جدا يعني كول شيء كان على البلوي صحيح حامد كان ردت فعل البيان الاصدر النادي الاتحاد ردت فعل على ايقاف حامد البلوي طبعا البيان كان اقوى من حديث حامد البلوي نفسه قد نختلف نتفق على حديث حامد البلوي لكن بالتأكيد الكل متفق على قسوة العبارات في بيان النادي الاتحاد حقيقة كانت جدا قوية وقاسية انت هنا لما بتتكلم بتتكلم على لجنة قضائية وبترد عليها بشكل رسمي انت بتشوف ردلة فعلة جمهور على اي قرار قضائي كجمهور عادي في سوشال ميديا لكن كنادي تصدر بيان بهذه القسوة على لجنة قضائية بالتأكيد كانت صعبة جدا ممكن تتفاهم في الكواليس زي ما يقولوا تتكلم تبعث يعني ولكن بهذه القسوة طبعا هي طبعا الادارات كلها نعرف هذا الكلام الادارات تتخذ هذه القرارات حتى تفرح الجمهور انه احنا موجودين هي بس ابو اميرة كمان الاتحاديين يقولون انه صدر يعني من غيرنا اقوى مننا واقسى مننا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او تصاريح تلفزيونية يعني يتكلم عن نادي الشباب ونادي النصر تحديدا طلعت حديث كبت مسلم عمر وحديث الاستاذ طلالة للشيخ لا يقل يعني قوة عن حديث حمد البلوي ما اخذوا اربع مباريات حساب نادي الشباب ايضا كان في له تغريدات حساب طلالة للشيخ كان في له تغريدات الاتحادين يطرحون هذا التساؤل مش اسألتي هنا يطرحون هذا التساؤل انا شوف انا ممكن انا ممكن لما اتكلم قلت لك حمد البلوي قد نختلف قد نتفق صحيح؟ لكن البيان لا اتفق معك تماما انه فيه تباين في القرار من ناحية حمد البلوي والمثلة ذكرتها اتفق تماما وهذه المشكلة اللي تخلي الجمهور داما يحتقن ليه تسويه هنا كذا وهنا كذا مع انه الحالات متشابهة هو واضح جدا انه حمد ما شاء الله عليه طبعا هو في كل مبارة متحمس ويقوم ويتكلم ويمكن له يمكن الحديث قبل كذا كانت قوية بس ما زي ما اقوله ما قدر يمسكه عليه شيء يعني ترفل من واحد يمسك عليك شيء مقادر فجأة يقولك كفشتك يفجأ يمسكك ممكن تكون كذا ولكن في النهاية الحديث عن البيان حقيقة بيان قوي جدا كان من نادر اتحاد واعتقد انه يستحق عن انه يكون عليه غرامات او ما الى ذلك وعقاب لكن حامد البلوي اتفق معاك بوجود تماما في انه في حالات اخرى كانت مثلها ويمكن اقوى ولم يتخذ القرار المشابه لهذا لهذا دائما نحن نتكلم في هذا الموضوع